جميلات اميراتي الفنات اللي بنوري لي الحياة سنت من الناس كنوا بخير مرحبا بكم كاملين في كيدنسا مع شهر زاد وهنا جيت الفنات وجبت لكم جديد ديال واحد القصة اللي هارفهم اكداء انكم كاملين بغير ان تعرفوا اشن وقع فيها هاشتقول لي شهر زاد القصة ديالمن هنقول لكم القصة ديال ايناس ايناس اللي كانت خدامة بالليل وفنشاس مع الصباح كدلقى رجلها السكيري حاط حداه ولده اللي عنده 10 شهور وعطي الشراف في الرداعة لولية زرق وكله بارد هزت وطارت بأفصباتها وتم ستوقع الكارثة اللي ما عمرها ما كانت في البال اكيد عقلين للقصة وشكل غدي انساها واللي ما زال ما تصنطش ليها رغر خلي الرابط ديالها في اول تعليق دابا نروا تذكير القصة باختصار ومن بعد ندخله في الجديد معكم ايناس وحكايتي كاملة بداس نهار اللي راجلي غدي تجي خدمة في واحد دولة عربية بمسيازات خيالية راجلي كيف شاف هذا الشي كان عجبوا الحال كان جاودوا معايا انا في الول كنتم تردى عند كنت لعنا لهواخ دائمين في واحد الشركات الكبار بزاف وعدنا متيازات في الدولة اللي كنا عايشين فاحت حنا كنا عايشين في اوروبا وللالاشارة راجلي رمشي مغريبي من واحد دولة عربية صافي فاش قال لي يا نمشي في الاول كنتم تردى ولكن فاش قال لي يا المسيازات اللي اعتاوه ما غنكدبش حريكم الى قدله لا غنكون مكلخة لان هاداك الشير خيالي كنت قلت له مرحبا كنا هزينا راسنا هاديك الساعة ومشينا لهاديك الدولة وكونك يصحاب لي يا ان السيد غاي وقع لي يا انا وياه قاعد الشي اللي غنعيشوه ما كونش نهائيا قبل كيف وصلنا السيد بالعلاقات بالبلاثة اللي خدم فيها وفزا دي الحاجات ما كاملاش تشهر مقاعد كندبر لي في خدمة في واحد الشركة حالمية حتى انا بامتيازات اللي كان وزويني انو محمر لي ما كنت حلم بيهم مر قبل بدينا في الخدمة الامور كاملة في الول كنت غاديم زيان حتى النهار للسيد غايديل واحد المجموعة دي صحابه وغايو اللي يخرج ويصهر معاهم وغايو اللي يسكر يا البناس انا وياه راه كنا عيشين مزيان كنا كان خرجوه بدووش بيناكول كان صهروق ولكن محمرنا موصلنا للشراب وليش حاجة حالكو خطصا هو هو راه في اللور في الزوش بيه راه كان كي يصلي المهم هادا كالراجل بدأت علاقته ما بينه وما بين الله غادي وكترجع اللور سيد غير غادي في الهاوية حتى غنحصر عليه الخيانة الزوجية حتى غايب ديو ندوم بينات ناسطاع حتى غانا بدأ نتفادعه حالي اللي وصلت لك يقولي احقى الخدمة احقى الشي ما عمل وهنا مكيل الشي ما عمل لحت شي حاجة المهم هادين مقاو جارين والمشاكين هادين يكبروه انايا كنحاول ان ينبعد منه لدرجة اني وليس كنخسار ليغروب ديو اللي الخدم فيهم عكس اللي كانوا يداربو على الجروبات ديال النهار كنت كان تفادعه لانا السيد من مورة واحد المدة كان وقع واحد المشكيل وهدوك صحابه كامل يتفرسكو والصاحب الواحد اللي كان بقى عنده كنجريت عليه انا منطار حينت كان يجي هوا وياه ويبقى ويسكره تماما وفاش كان يخرج هوا وياه الاخر يجيب مرتو وراجلي كان يبززع ليه باش نمشي معه وانا ما كنت كان بغيه والاخر ما عجبوش لحاله وقال له انا ممكن يجيب مرتي وانت تبقى بوحدك يعني تنتخسك تجيب مرتين كلا شوحدك اتعرفها المهم هنا راجلي فاش مبقى عنده حتيشي صاحب اللي يشرب معه هو وولا سكيري من الدرجة اللولى ولكي بززع ليه نشرب معه لدرجة واحد نهار كان بزز مني فرد عنيه الشراب وكنت شربت معه بلعصه وكنت ادع ليه مهم دوزع ليه هذك الراجل اللي حادها بالعليم وانا كان كسحاب ليه عادية اكتر حاجة ممكن يديرها حتى الانهار اللي غنرجع من الخدمه في الصباح وغلقه ولدي اللي منزل عنده عشر شهور في الكروسة ديالو حلد الطبلة حامرة بالشراب انا كان قلبي وليدي كونه لديه مهم دعا في الولد عيني اتباه من الخدمه هذكي المزيد ويشرب معه حتى انقرر ليه كيف يحصل الى ووالد الزرق وكله بارد انا كان شرابا لديه وليدي كونه حتى انا شهر فراسيم الرجليه ترطيق الساعق للوليد ووزيته وكسب لي القرهة دياله المزيد وحامرة بشرابة البناس واجه فوتكا والباسكي والسيد ميت وانا عز كاو وطرسبت بيه السباطار دخلته كيف قلبه الطبيب خرج عندي وقال لي اشنوا واقع الولياد انا بديس كان بكي وقلت له ما عرفتش انا كنت خدامه والولياد لقيت في الراحة داعه زيانه القرعة حامرة بنت لي في حالة فيها الشراب قال لي ايه واش كولي كي شراب في الدار واش كولي كان معه قلت له بابا الطبيب ديك الساعة كانت عاطف معي وشد فراسه وقال لي اشوف اختي الباركة فراسك خصك تصبري والدك بغاه الله اداء الله انا سوف نحماقه ونقوله مع اي طول البوليس الراجل خاصه يتشد وطبعا لباغي القصة بالتفاصيل كاملة لاباغي القصة بالتفاصيل كاملة لباغي القصة بالتفاصيل الرابط دياله سوف نخليه لكم في اول سالة مهمة البناهات مجيز انا في السواب حتى الراجل سي نوضمن هذيك السكرات دياله سي دخل نيشان عاد المدير وراجلي في هذيك الوقت كانوا عنده العلاقات العلاقات ديال بصح مهمه القادية سي دمس ويردوني كيف الحمقه في السباة سي دخلني وينديني دار وينديني بجميع الوسائل سي دخلني بجميع الوسائل سي دخلني فيما نخرج كيراقبني واحد ينهار سي دخلني حتى عند البوليس وينديني قدام المغفر سي دخلني ببناتي سي دخلني ببناتي سي دعني لهم ونقتلك حتى نسي المهمهذا الشي اللي خليني خوف منه مهارفت شى البنات حلاجه خلاص بش نقول هالواليدية انا كنت مهندسة للمقارية ومواقية وكل شيء خدمتي كانت صرعة ومشيئة ولكن شخصيتي بقوة شخصيتي ضعيفة بالسعف المهم هذا الرجل بقيت عيشه معه وكان كدير معي العلاقات كنت حملت معه بنتي الثالثة لم يكن حامل الوضع ولم يكن لدي الكثير من الاختيارات كان دائما يددني ابنتي ودائما يقول لي إلا بغيت تتلقي وندرتي شيئا سأعطي لك ابنتك ونفعل لهم ونفعل لهم ونترك لهم حتى من المغرب لم يكن لديك وانا جيت كيسفتني ببعدي ولم يكن كيسفت معي ابنتي حين كان كيخاف اني ندي ابنتي ولم ينبقى نرجع لي المهمة البنات سنبقى وهاكاك حتى النهار اللي عاو ثاني سنكون في الخدمة وعاية لي السيد ويقول لي احقا محقا انا بغيتك دابة تجي انتي انا يا صافيت المبديد كانت فاده وكان حاول اني ينهرب منه ونقول وشوف فاول الناس انا اراني ما جاياش قل لي يا الى ما جيتيش غنجبتي وحدا اللي فاغ زع ما غدير هاداك شيئا غدير انتي يا قلت له تبراتك اجيبها ولا ما تجيباش قلت له تصوك لي وما بقيتش اصلا ديرها في الحسبان ما غدوش بازافحة المربية دي البنتي اتفا تلك الساعة قلت له المربية لكي تقلل سمحاهم اللي كي تراقبه ما سعيط لي وغا تقول لي شوف يا راجل اخرج دي من الدار وراه بنتك تغوت الفوق انا كيف سمعت تلك الهضرة ما بقدرت لليمين لشمان نزلت موبيلتي عفتها واحدة حتى الدار غادي ندخل غادي نوصل الدار قلق المربية قدام الباب كاتبكي حلت الباب السارو الطالحة كان جري الفوق قلق الراجل الاريان ما لابس حتى شي حاجه وقير ضخف الباب دفعته مع اسكران كان طاح حلت الباب كان لقى بنتي الكبيرة وابنتي الصغيرة بشش بهم كيبكي وكان قل لي هم مالك يا كلاباسيك ما بابا قدال لك شي حاجه بنتي هنقاتني وكذبكي قلت لي ماما انا خايفة بالزعف قلت لها شنو كاين قلت لي بابارا كنك يحاول انه يحيد لي حواج شكرا بغيد ربني البنت ما كانت فهم حتى شي حاجه انا تمت صوتية ما بقيتش قداني هائيا شوف مرمورايا هزيز بناتي اخرى شكرا ما بنتي غير واحد البنت اللي كانت خدامة معايا وكانت لها سافي دخلي نغر اليوم المهم دخلت وكانت لها شنو كين مشنو كين كنت عاوت لها شوية ملقصة ديالي انا كنت خايفة بزاف ما كون شعقات حتى شي حاجه فدك الوقت الحاجة الواحدة اللي قدرت ندير مع هذا الراجل هي انا ينهز بنتي وتمشي ندك لاريبي انه بغيت اعدي عليها وكانوا عندي شهود في هذه الساعة ايه غادي يتلقني سيد شفحت ايه وقالي ياوا كنت مع رقص انا وياوا أخي السم ديالي كان كي وصلني كنت ميكا وقل مأليش وكنت حاولت اني ينعيش حياتي من جديد ونسقع هذا الشيطر عليها ولكن البنات ما قديتش وانتي كنت دائما كنحلم بي واقف عليها وحتمل بنتي من مراعدة الشيطر عليها وانت حدودية انا ما نقول لكم على النفسية كيفش ولات وهذاك شيردوز عليها هذاك الراجل رب فيي واحد الخوف اوليس واحد الانسان اللي جابانا ما قداش نتواجه معاه المهم بقينا جارين هكاك هذيك البنت دائما كانت تضغط عليها ودائما كانت تقول لي خاصك تاخذي حق ولدك را هاتشي لك يوقع عليك بسبابه را خاص هذيك الولد تاخذي حقه في الدنيا قبل من الاخرة انايا في الول كنت رافضة وكنت خايفة وكنت صافي اعتني غير تيقار ولكن من بعد كانت قلت لي لماذا لا نضع القصة عن شهر زاد ونشوف البناس بالضبط اشنو يقدروا يقولوا انا تماما كنت قلت لها واخا وفعلا كنت تواصلنا مع شهر زاد وعودت لها القصة ديالي وكنت قلت لكم ونطقة ديالكم واحدة بواحدة وكل شي كان شجعني انني نقلب على حق بنتي وحق والدي ما نخليهم شي ضعوش كون هذا لغي تكرفت عينها تكرفيسة كاملة بلما ياخد الجزاء دياله ما نكذبش عليكم تغييرت العقلية ديالي 180 دراشة وقلت ولو يبقى فيها حرق واحد خصي لا بد انني نرد حقي من هذك الراجل ثاني ومثلت قبل ما نبدأ في الجديد بات نشكر البنات كاملين اللي خلوا لي لي كومنتر ديالهم ولي شجعوني والبنات اللي تعاطفوا معايا والبنات اللي حسوبيا ودابة انا جيز باش نقول لكم بالضبط اشنو قع معايا في هذة المدة من نهار اللي حتت القصة وليت حرفيا كان فكر الصباح وفي الأشياء كيفاش نقدر ناخد حقي من هذا الراجل اول حاجة قدرتها هي كنت عاوت الوالدية اللي في حتى لديك اللحظة ما كانوا صيخين الخبار لحتى شي حاجة كلهم ما اجبهمش الحال اخوتي كانوا قالوا لي كيفاش نتوقع لك هذة شي كامل وبقى ساكتا كيفاش مدويتي مع انا ما تكلمتي كيفاش بقيتي في حالة عاجبك هذة شي كنقول لهم الله انا راني كنت خايفة انا هذي كنقول يا مناش غادي تخافيك المهم اه مرة هذة شي مباشرة بديت كنجري وكانجري كنشفت الجمعيات كنشفت المحامي من مرة هذة مباشرة المحامي كان قال لي إلا كانوا عندك شهود راح تقدر يتبتي عليه القادية ديل انه وحاول انه يتعدى على بنتك اما احتى قادية الولد كان شوية صعيبة قادية الولد استعليه مدة طويلة وباش نجدهم ان يجبدوا هذة القادية خاص يكون لدينا شي اعتراف من خلاله نحركوا الدعوة او لا شي حاجة ممكن الجينتية تقولهم احقارها احقارها شنوقع ما شنوقع واحتفت تحاليل واشي خرج لينا يعني من مرة هذة مدة كاملة الولد انه شرب الشراب او لا لا يعني القادية شوية مزحلك قادية الولد انه قادية الولد انه محاولة الاعتداء على بنته كنت فرحت شوية من هذة الساعة وانا كنت اقلب على البنت اللي كانت خدامة عندي مربية كنت مشيت لهذا المكتب وصولت عليها وفعلا كنت وصلت معها اكتبعد ادره الاستداء والهم المهم طبلة على جريت و thor parasite ام Berence كنت رفعت الدعوة و التع vaccination قال لنا proved to be my friend و كيف وصلته الدعوة LEво wiele حاول أول شيء سيخسرها هي الخدمة والتي كانت دائرة للشان الخدمة والتي كانت لديه علاقات كثيرة وقدر يخرج من اي حاجة كيف شعره من الآجين مهم سيخلع بثاف في هذا الوقت عايت لي وكي يبكي وكي يقولي انا كان بغيك وكان احمق عليك وشوفيش حال تلقنا وباقي لحد الساعة ما تزوج شمحت شي حاجة حتى مع عمر كي ما تنسيتي لي انا بغيك وابغن شمعش مني مع ابناتي وانتهلا فيكم وقع هذا الشري داز ما عمره ما غي تعاود وانا كان بغيك بلا قياز وانا ما عمرني من سيتك وانا هادي وانا هادي وغير سمحيلية رهاد شي كامل يترال يترال يبس بادي الشراب وانا شراب نوعدك انني غادي نحيده المهم سييد ما خلا ما دار باش نرجع ليه انا في ذاك الوقت كنقول ليه ما بقى عندي ماندير بيك عتني غير تيقار حتى النهار لي هاديك صاحبتي قتليه ليش ما تستغليش هاد الفترة لسييد كتلفيه كتلفيك وحاولي انك يتخدي منه اعترافات انه كان وهو السبب في الموت دي الولده انا فش قاتل هادره المرة اللوله كنت خايفة بزاف منه وما كنت شعار في الاجراءات القانونية وكيفاش نقدر هادك تجيل اللي ناخده يكون كايتبات كدويت مع المحامي وقالي ضروري ما خصك تاخدي واحد الاذن من الواكيل ولكن في القانون دي الهنايه قالي يا ايه لمشي تحت خديتي هادك الاذن هو فحالك اعتوه حتى بليغ وهو يلا تبلغ يعرفني انني انا الوحيدة اللي ممكن انني يسجلي في هادك الوقت حيث انا اللي كنت معاه في المحاكي المهم السيد في القادية دي البنته مقتل ليه لا الله بقيت كنهضر معاه هو كيحاول انه يطلبني كيقول يلي بغيت يعنكسبها ليك نعطيك الفلوس كنقوله واش انا كنبالك غنتشرب الفلوس على مالي انا يناقصيني كيقول يلا وانا انضمن لك مستقبالك واناتشي اللي كندير فيه غرب الشعر فيني انني صادق من ناحيتك وها انا غنرجعليك وانا عمرني مازال شرب تديري اللي بغيتي انا صافي غنشط الطريق وكنبغيك وكنحمق عليك مهم السيد بدأ لي بالحب والغرام والعشق والهيام وانا مسايرة معاه وفي نفس الوقت كنجري وكنجري في الوراك وكنسور على شي طريقة اللي انقدر نسجلي هو ناخد الادنبلا هو مساق الخبار في الصادق لنا نوع من الاحتيال جاد يعني ما في تشيئ حاجة ضد القانون المهم كنت ادرنا هذيك الطريقة كنت ادركت الوحد للبلاسة اللي كنت ادجع سكن فيها وقدت هذيك الادغاس ولا تسبلق فيها اا مه وبعض الادغاس محطة ما الذي كانت أدرت وكانت كنجري في وشيئها وانا عمرها كان يجري مؤسسا تكنشته وانا سكنت تكنسجليه كان مقالا ندر معه في الحب والغرام حتى فاكما اقطع عليه في version المهم سيبطه قطع عليه كي يجهل يقول لي واش نصدرني واش نغير أن يستنازلي لا أعرف ما سافعتني التعقال أنا كنت أفكر في أولدي كتبوري الشخصي أنا أريد أن أعرف يسأل لكي واش نخفار اليوم لديه إذا أحبت لكي واش نعرف وشبريتيني وشبريتيني وانا رأني ندمت وانا رأني قلت لك انه هذه الدمت لا أعرف ما يوقع لكي وانت لما بدت جربت تجي تشربت معي وانا اشربت معك وعد نهار وشربت معك شربت معك بز مني كنت ضربتيني وشربتيني بالزز حرم عليك انا شنو درت ليك ما انا شنو درت ليك وهذاك الوليد اللي قتلتي اشنو دار ليك كيقول يا صافي احت انا كن حزبت اني بالدامير ما كان حزبت اني بالدامير المهم ديسكن سليل هادرة ديال ديسكن سليل لسانه و كيفاش تضمصي القادية و كيفاش كيفاش حتى هذك الولد زعمة سديتوا علي ما تدخلوا لابوليس لحت شي حاجة يقول يا صافي و ما تبقى اشبت ليها هاد الشي و انا حرف هادا مهم الصوت ديال و كان باين الرقم ديال التليفون فاذيك الوقت كان المحامي قليه ضروري ما خستك تاخدي رسائل مكتوبة من عنده حسابات بنكية ان السيد كيسافت لك باش نقدروا ان تبتم اشك احقام احقا هذا رقم ما دياليش ولا شي واحد في بلاسي ولا شي حاجة بديسكن قوله خستك تسافت النفق الو بلاتك خستك تكسب ليهم خستك تضمليهم و استقبالهم و السيد فعلا ولا كسافت لي الفلوس ولا كي 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 نفقة ديالهم كتب لي يا فيلا اعطني مية وخمسين مليون مغربية كتبتها لي هاد الشي كامل غير باش انني مثلا تنازلي وباش نرجع معاه المهم انا هاد الشي كامل كنت ديراه ماشي على ود الفلوس ولا على ود باش ناخد من عنده شي حاجة ديراه غير باش نقدر نثبت ان هاداك الشخص اللي كي هادر معايا هو يعني ما عنده فين دور لهكا لهكا مجموعة جميع العديلة السيد اغتاص ببنته باحتراف دياله يعني من غير انا الشهود و ذاك الشي كامل و هو تعرف لي و قال لي هذيك الليلة كنت سكران و ما عرفت ما نوقع لي و تخيلت بنتك في كنتي و كنت معاولة تعدى عليها باللحق هي صدات عليها البعب و قلت له ولدك قال لي ولدي ما عرفش بالضبط اش نوقع لي انا كنت بغيت شي واحد من غيره هو و اعطيته الشراب في رضاحة و بقسل الولد كي يشرب حتى ناس انا كنت سحب لي غير ناس و هو كان مات المهم انا فش خطيت الاعترافات كنت بشتعد المحامي و قلت له قل لي يا سافي هاد شي اللي بغي نبط هذيك الساحة كان شاب دك يجري و كنت جري في القضية و هاد المرة ماشي غير القضية التعدى على البد و لكن حتى القضية ديال الولد المهم كانت فحف الدولة اللي هو فيها سيد كيف سق الخبار كان بغي احمق عايت لي و قل لي غدرتيني و قل لي غدرتك انا غير قدرت هذيك شي اللي كان خاصه يدار المهم القضية كانت بشتبه واحد طريقة اللي انا معمر لما كنت تخيل ان هات مشي بيه القضية مشت مزروبة و هادوك الناس اللي كانوا كي يجريوا معاه باش يخرجوه له و مليك يغرقوه باش مليك يغرقوه باش مليك يغرقوه معاه المهم الجديد لليوم انا جيت نشارك معاكم انه الحمد لله سيد كان اعترف كيف ما كان قوله الاعتراف سيد الأدي الله انه كان سبب في قتل جي الولده و لكن هو ما كانش قاصد و انه حاول تهدى على بنته و طبعا كيف ما كيقول هو ما كانش قاصد و المحمد يالو بدك يقولي احقا ضروف تخفيف ما ضروف تخفيف و سيد كان شعراب و ما عنده صوابه و يقول خدمة ديالو ما الخدمة ديالو المهم حاولوا و اجراء و احتعية و يخفوا عليه الحاكم بل حق ما قدروا يصوروا حتى شي حاجة لان السيد كانت تحكم عليه ب 17 عام نافيدة حكم اللي انزل عليه تقيل بزعاف حكم اللي ما عمره ما كانت تخيله في الحياة لانه هو كان يقول ان الوقت اللي كنت كان اهدر معاه في ذلك الساعة كان خايف غير من هذيك العام و ناس عامين ثلث سنين اللي غدي يعطيه في محاولة الاعتداء على بنته يعني هاتش من ناش كان خايف احتوالله ب 17 عام و هات 17 عام رقابي لانها ترتفع كتر الى كل استيئلاف و كيف مقالي المحامي اللي كان شكره من هنا انه هو مستحيل ينقصولي حين تدوى اقل حكم ممكن ياخده فتوهما بحال هذيك المهم ان اليوم فرحانة بزاف حينت و اخيرا ارتاحيت واحد شوية لاني ما بقيتش كنشوف والديك يوقف عليا و ما بقيتش كنشوفه ما شي غير حتى تتحكم عليه باع الا تقريبا من النهار اللي بدي سكنسجلي من النهار اللي قررت انني ناخد حق ولادي بديه من سمه ما عمرني ما زالش فتوديه في الحلم او لا وقف عليا اليوم كيف مكتلكم كاشكركم بزاف 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 حين شجعتوني الى واحد الخطوة اللي كنت خايفة منها ما كنش كيسحب لي ان الامر غيدوس في حال هاكا فلحظة كنت كنكون ناخد غير حق بنتي على الاقل هذك الراجل يتربى ولكن الحمد لله الامور مشت حسن من اللي كانت اوقفوا معيان ولاد الناس فهذه المسألة كاملة ومنهم صاحبتي لي ما عمرني ما نسخرها منهم المحامي اللي كان وراني منين ندخلوا منين نخرجوا كيفاش نتصرف قاع هذك الشي منهم الناس اللي وقفوا معايا الواكيل اللي كان تفهم القصة ديالي ولي كان حتى هو تعاون معايا الحمد لله امور بزافتي استرعت اليوم الحمد لله كيف مكتلكم قدرت انني ناخد حق ولدي وحق بنتي بديه هذا هو الجديد ديال القصة ديالي وعودت لكم كيف ما هو الغزلات ديالي هنا سنة الجديد ديالنا لا تنسوا مش طبعا تخليوا الاراء وتتعليق ديالكم بصاحبات القصة وما تنسوا منيش من التعليق زوينة ديالكم هنا موقع ليا الا مقول لكم حبيباتي ما سخت بيكم كاتمعكم شهر زعت اللي كاتحمق وكاتمت عليكم اشتركوا في القناة